للمزيد ينضم علينا من واشنطن مرسلنا جو تابت جو أهلا بك يعني المزيد حول هذه العملية وبيان الأمريكي بخصوصها هذه العملية كما قالت القيادة الوسطى الأمريكية أتت بعد أيام وأسابيع طويلة لمراقبة خلايا تنظيم داعش في شرق سوريا العملية نفذت عبر مروحيات قتالية شاركت فيها قوات خاصة أمريكية وأسفلت كما ذكرت مروج عن اعتقال ستة أشخاص بينهم قيادي بارز اللافت في هذه العملية وكما قالت المعلومات في وزارة الدفاع هذا اليوم بأنها تشير بأن خطر تنظيم داعش عاد ليظهر إلى الواجهة هذه السنة سنة 2022 في الواقع الولايات المتحدة نفذت عمليات خاصة ضد تنظيم داعش في سوريا بنسبة ارتفعت 30% مقارنة عن العام الماضي وتم اعتقال أكثر من 50 قيادي منذ بداية هذه السنة في شرق سوريا وأيضا منطقة إدلب إذن الخطر ما زال داهما وطبعا العمليات التي تشنها تركيا ضد الأكراد والتي الذين اضطروا للتخلي عن حماية سجون المعتقالين معتقالين داعش أسفرت عن هروب عدد منهم وإعادة ظهور هذا التنظيم بشكل خطير شكرا جزيلا لك من واشنطن جو تابت